عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لقاء موسعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وممثل اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وممثل وزرات النقل والصناعة والتموين لبحث تعزيز التعاون ووضع مجموعة من الإجراءات لتيسين نقل وتدول السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مناسبة وجودة نقل عالية استعرض جالبا ألية التعاون المثمر بين الوزارتين والتنصيق مع جهات الدولة المعنية التي لديها شاحنات تستخدم في نقل البضائع للاستفادة منها في نقل وتوزيع السلع إلى السلسل التجارية بتكلفة مناسبة تنعكس على وصول المنتج بالسعر المناسب للمواطن وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بشأن ضبط الأسعار وأسواق السلع